هاي كيف كون ؟ كمانا تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عامة القراءة رح تتحدث عن برج القوز بيش حاول احكي فيان الاحوال العاطفية لالك ولا الشريك وكذلك رح تحدث عن الاحوال العامة رح تحدث كذلك حتى عن العزيب رح تشو شو بخبئلون هذا الشهر وهذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي امكانية ان تكون قراءة عكسي وخاصة طوان اذا تكلمنا عن الوضع العاطفي بالنسبة لك يا برج القوز عم شوفوك كأنه عندك امال لتحقيق هدف اسماع ممكن كأنه عندك مثلا هدف انه تسافر انه تجول العالم عندك هيدا الحلم عم شوفوك كأنه صار لك خسارة او صار لك خيبة امال كأنه عم تحس انه هذا الحلم شي شوي صعب انه تحققه او كي او في شي او في شخص او في شي يحول بينك وبين تحقيق احلامك عامة برج القوز شخص بيحب الحرية بيحب السفر بيحب الاكتشاف فهيك انا عم شوفك بحسك انه انت بدك تكتشف شي معين وعم شوف في شي يقف امام هذا الحلم او ممكن بدك انه تبدأ مشروع تبدأ شغل تبدأ شي يعني ده انا عم شوفك شي تريده بشدة تبحث عليه وعم شوفك حتى انه عم تدعي الله لتحقيق هذا الحلم عم شوفه بالنسبة للشريك عم شوفه وعم يفكر فيك هذا الانسان بحبك ممكن انتو مبتعدين عن بعض لانه عم شوف في طاقة الابتعاد عم شوفكم وعم شوف للشريك خاصة الشريك عم شوفه وعم يفكر فيك عم يفكر بهذا الحب وبهذه الطاقة الحب التي كانت بعينيتكم وعم شوفه قدالك على انه هذا الانسان ممكن الكلام شوي جارح بالنسبة لعلك او ممكن كان في نوع من الكبر اكتر بهذه القراءة او تكبر عليك ممكن كان عم يتعامل معك بشكل غير طيب يا برج القوس عم شوفه كذلك هذا الانسان يفتقد السعادة من دونك هذا الانسان انه سعيد ابدا لانه عم حس انه حياته ليست سعيدة لانه لا يعيش او لا يكون معك بالنسبة لعلك عم شوفك مدمر القلب عم شوفك كأنه تتجه اكثر الى المضيق دمان بحياتك وبالمستقبلك باشيائك الحياتية وتبتعد عن هذا الانسان عم شوفك كذلك ممكن تريد او تتمنى دائما عم تعمل او ممكن عم دائما عم تراقب تليفوناك هل تصل فيك هل بعت لك مسيج بتسأل عنه ممكن عم تراقب لهذا الشخص بس عم شوفه ممكن منزوي وما عم يعمل ولا خطوة بالنسبة له الامر ممكن للبعض منكن سبب الخلاف كان ممكن الشك والغيرة ولبعض منكن كذلك كان فيه مثلا الشريك طلب منكن علاقة جسدية وانتوا رفضتوا هذا الامر عم شوف كذلك على انه ممكن للبعض عم شوف كذلك على انه كل واحد قاعد ببيته قاعد يهتم باموره الخاصة عم شوف كون مبتعدين عن بعض بس عم شوف هو يريد الرجعة او يريد بداية جديدة يسعى فيها الى الاستقرار اكثر عم شوفك يا برج القوس اكثر عم تهتم لعائلتك لاهتمامك بالشكلك اكثر عم تهتم لعملك واهدافك كأنه اهدافك صارت هي الاولوية في حياتك بالنسبة كذلك لنيتك عم شوفك كأنه تريد ان يضوق هذا الانسان نفس الذي ضقته بعد ما هجرك اوك اما هو فعم شوف يريد ان تتصلح الامور ويرجع هذا الانسان لحياته لحياتك اوك بس عم شوف هذا الانسان ما قادر ياخد خطوة اوك ما عمل مقادر ياخد خطوة اتجاه الاصلاح انا عم شوفه يظهر انه محتفز بمشاعره محتفز بالاشياء التي تخصه ولا يبوحوا بها لاحد ممكن ما رح يعمل خطوة بشهر يونيو اذا انتم مبتعدين عن بعض بس عم شوفه اكتر رح يفكر فيك رح يضلي راقبك من بعيد هيدا الطاقة اللي انا عم شوفه يتجه اليها اوكي عم شوف كذلك حتى انه الوضع المستقبلي رح يضل فيه هذا النوع من الكبر اكثر او الابتعاد عن بعض عم شوفه عم يعمل بلوك او انت كذلك عامل بلوك ما عم تحكي مع هذا الانسان عم شوف كون شو عيه في نوع من الكبر بالعلاقة ممكن تتعامل انت يا برج القوس مع برج السبطان او تتعامل مع برج الاسد عم شوف كذلك الابراج الترابيه والهوائيه بامتياز الهوائيه عم تظهر بامتياز عم شوف كذلك ممكن تتعامل انت مع برج الثور كمين هون عم شوفك كنصيحي على انه بيقلك اعمل يعني كتير مجهود عشان تنجح هذه العلاقة لانه بيقلك اعظم الحب واجمل الحب يتطلب خطوات مشان تنجحوك عشان يبقلك انه يعني ما تفكر انه العلاقة حتى لو كان في حب رح تنجح لازم تعاملوا مجهود يعني انتو الاثنين عشان تطوروا هذه العلاقة اذا كنتو تريدون الرجعة واصلاح الامور عم شوف كذلك على انه في عزيمة هذا الانسان عنده راغبة ملحن ان يكون معك ان يكون بجنبك بس ممكن ما عم يعمل خطوة هيك بيقلك انه احلامك او هايدي مسج اكتر للشريك انه الاحلام تحتاج لشيء فعلي يعني ما رحي مثلا تطلق انه تفكر بهذا الانسان وتقول ليش ما عم يحكي معي لازم تعمل خطوة لارجع هذا الانسان كمان هايدي الكارت ممكن انا ممكن احكي فيه على انه اذا عندك احلام يا برج القوس فمجرد التفكير بالاحلام لن يصنع او رح يجعلها حقيقية لازم انت تعمل شيء فعلي عشان تتحقق هذه الاحلام اوكي بالنسبة للعزيم عم شوف انه عم شوفون اكثر ممكن عم شوفون يتواصلون على الانترنت او عندهم قدة علاقات عم شوفون كأنه صار عندهم عدم راغبي بالعلاقات كانوا عم شوفوا انه العلاقة الكل عم يتسلى فنتسلى كمان احنا عم شوفون راغبتهم بالحرية صارت اكبر عم شوفون يلتجؤون الى الحرية بصفاك كبرى عم شوفون ممكن كان عندهم راغبي انه يكون في زواج بس الامور دائما كانت عم تمشي بشكل عكسي حتى صار عندهم حتى هني صاروا يعني شوي هيك لعوين متل العالم اللي صار هلا كله يتلاعب الاخر بالنسبة للطاقة العامة عم شوف على انه اوكي عم شوفك اكتر تحتم لها عم تتذكر الذكريات اكتر عم شوفك تحتم اكتر بالذكريات والطاقة تبع الماضي عم شوفك تريد اشياء ممكن عندك راغبة انه تجني مال بس ممكن يائس جدا او ما عندك طاقة وعندك باور انه يعني تعمل مجهود بهذا الموضوع عم شوف يعني يدوب عم تركز او يدوب عم توازن بين امورك الحياتية عم شوف انه عندك طاقية كتير كبيرة او عندك تجاه كبير تجاه علاقات الحب عم شوفك انه بطل تفكر بهذا الانسان بطل تفكر هل بعث المسجده هل تكلم معي هل يريد يعني وتسأل هذه الاسئلة ممكن البعض ممكن بيتفرجوا دائما او عم يشاهدوا دائما الفيديوهات تبع التاروت ودائما يتسألوا هل هذا الانسان يحكي معي ام لا بس ما عم شوفي خطوين تجاه تحقيق احلامك المادية او لا تحقيق احلامك العاطفية اوكي عم شوفك حائر اتجاه احلامك حقصة اذا كان عندك يعني رغبة بتحقيق مشروع مادية فانا عم شوفك عم تتخبط بالامر عم شوف الامر غير ناجح بدك انه كانه تحصل معجزة لتغيير الامر اوكي بيقلك اذا عندك مثلا مشروع اوكي اذا عندك مشروع اصحاب برج القوس وهذا المشروع منه ناجح فحاول انه تعمله اشهارات على الانترنت اوكي على السوشال ميديا على الانستغرام على الفيسبوك اي شيء ممكن يعملك اشهار لهذا المشروع كمين عم بيقلك انه حاول انه تنتبه من اشخاص ممكن على الانترنت ممكن يكونوا اشخاص خادعين اشخاص متلعبين ممكن هاد الناس تتلاعب او ممكن هاد الناس تريد سرقة مالك او عمل شيء غير جيد بالنسبة لرج القوس اهتم اكتر بالعمال والنجاح المادية بالرج القوس حاول اذا انت ما عم تشوف انه الوضع العملي بالجيد فستشير شخص جيد جدا لانه عم شوف كأنه اذا انت مثلا استشرت شخص خبير بموضوع العمل والعلاقات ممكن يوجهك بشكل جيد نحو الناجح اوكي اه بالنسبة للصحة امشوفكن اه شوي اهتموا بالاعيون ممكن اتكترت المشاهده الفيديوية والمشاهدهكن للتليفون ولا التليفزيون عم متاسر بعيونكن انتبهوا شوي على الظهر اه 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 تمموا اكثر اه اه اتجهموا اكثر للصلاة والتعبد اهتموا اكتر بالجانب الرحاني اهتموا اكتر للجانب اهتموا بنفسكم اكثر اشوف ان الطاقة تقول او تقول دائما للك انه اهتم او اعمل خطوات او اعمل خطة ممنهجة لاتباع او حصول على ماذا تريد بقلك انه لازم تتبع خريطي او تتبع خطي محكمة عشان تحصل على ماذا تريد هذا كل شي كان بالنسبة لبرج القوس متمنى لك اللي الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكريب لقناتي وشكرا اللي لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة